طيب شفنا هذه الجولة الصحفية وكل المنشتات تحتفي بهذا البطل لكن كمان بالأرقام القياسية بقى والحقائق اللي حصل الأهلي يندهلي الأرقام القياسية اللي الأهلي حقاها في هذه الجولة خلته فعلاً يعز الصدارة غير طبيعية للقارة وزي ما بقول لكم اللي حصل الأهلي يندهلي على رأيه الأستاذ حمد النحاس الله يرحمه الدكتور طريق الأدور عدد حزمة من الأرقام القياسية اللي الأهلي تفوق بيها على كل منافسيه بهذا التأهل وقال طريق الأدور أن فيه خمس إنجازات رقمية وأربع إنجازات فنية للأهلي في الفوز على الترجي الأهلي لعب ستة وتلاتين مباراة متتالية في بطولة أفريقيا على ملعبه بدون هزيمة ستة وتلاتين مباراة متتالية لنادي القرن على ملعبه بدون هزيمة في البطولة فاز تسعة وعشرين مرة واستعادل سبع مرات الأهلي بقى على بعد خطوة واحدة من لقبه الدولي رقم تلاتة وعشرين علشان يفضل ضاغط بشدة على مين بتكلمني على مين على ريال مدريد بصوا طموح الأهلي راح فين بصوا الأهلي اللي عازم على استعادة لقب الأكثر تتويجا بالألقاب القرية والدولية على مستوى العالم الأهلي بيسعى للقب تلاتة وعشرين عشان يبقى الفاصل بينه وبين ريال مدريد تلات ألقاب فقط يسعى إليها إن شاء الله في الموسم القرى الجديد الأهلي وصل للمباراة النهائية لدور الأبطال ما شاء الله للمرة الأربعة عشر رقم قياسي محدش عمله أربعة عشر مرة يظهر الأهلي في نهاية دور الأبطال الأربعة عشر دول فاز بتسعة منهم وخسر أربعة الزمالك الشقيق يأتي بعد الأهلي على طول عنده تمن مرات ظهور في النهاية فاز في خمسة وخسر تلاتة